موسيقى 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 كل الأسامي دي بتدل على هذا البادي طيب احنا بقى اكتشفنا ان احنا ممكن نكون الاثنين الوحد اللي مش عجبهم الشكل ده من العربيات ومع ذلك دي ممكن تكون الحاجة الوحيدة اللي مش عجبها موسيقى موسيقى دارة في لفنة موسيقى 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 ها 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 أوف أو اللي انتو شوفتو ده طالع من أنجن فور ليتر V8 توين تيربو بيولد ستة ميتة حصان وثمانمتة نيوتن ميتر في تورك وعلى فكرة العربية وزنها مش خفيفة العربية أكتر من الفين كيلو فيعني بس اللي بتدولك العربية تحس وزنها ألف نصلا ها كده الـ performance بتاع العربية الـ response بتاع العربية الـ acceleration بتاع العربية الـ grip بتاع العربية الـ quattro system بتاع العربية العربية مجنونة يعني 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 بس هي فيها حاجة انت شايف الـ exhaust system عامل إزاي انت لما بتسمع الصوت من بره انت حاسس ان الصوت يا ولو انت واقف بره انت حاسس ان الصوت قوي حاسسن فيه حاجة وفيه كراكل وفيه بتاعه وانت قاعد في العربية حتى ما بتحط على الـ RS mode أو حتى ما بتحط ايا كان ايه انت مسامح حاجة ومش حاسس ان انت طاير ده من كتر من العربية برضو كويت من جوه من كتر من الـ isolation بتاعها عالي زيادة عن اللزوم فمخليك انت مش فاهم انت راكب ايه فا.. ولا انت اي راكب أصلا هاقول ايه ولا ايه ولا ايه هاقول ان العربية فيها قوة مفروطة ولا هاقول انه فنفس الوقت انت ممكن تعملها على اساس ان هي day-l-use ولا هاقول ان انت لما تحط efficiency بتقلب عربية كهرباء ولا حاول ايه ولا انها فاملي كار ولا ان هي في نفس الوقت هي هاتشباك ممكن اكون اللي انا بقوله ده يعني ماينفعش يتقال مفيش عربية بيرفكت بس انا ممكن اقول على العربية دي ان هي بيرفكت كار مش عشان حاجة عشان اودي قدروا يعملوا عربية تناسب كل الكاتجوريز تناسب كل الافكار واحد عايز قوة واحد عايز حجم واحد عايز كله موجود في العربية دي نيجي للمهم سعر العربية دي بيبدأ من خمسمية اربعة وثلاثين الف درهاب والعربية اللي معانا دي بخمسمية تسعة وسبعين الف درهاب طبعا بنفس الميتريكس ال اي دي بس هما نسمينه اتش دي ميتريكس ال اي دي المراضي بنفس السكوانشل لايت وفيها لايزر لايت سكوانشل طبعا مع النور والاشعارة الجريل طبعا المشهور بتاع اودي وطبعا خصوصا الارس سيكس لما بيجي كله بلاكاوت باللوجو بتاع اودي بالامبلم بتاع الارس سيكس كل حاجة سودة في العربية بالكاربون فايبر تريم اللي موجود طبعا الفنتات كلها حقيقية عشان التربو عشان الانجين الضخم اللي موجود على العربية احلى رنجات في الوجود ميتين خمسة وتمانين تلاتين على اتنين وعشرين انش طبعا بيجوا الشكل ترابيززويدل ده ودايمون ترن يعني اللفات جاية مع العربية لو روحت الناحية التانية هتلاقي اللفات الناحية التانية انا عايزكم بس تفهموا ان ده رنج اتنين وعشرين فركزوا مع البريك هو واخد من فريم لفريم مش هكلمكم اكتر من كده نيجي برضو ان فيه على السايد سكرت كاربون فايبر لو انا اللي كنت هشتري عربية كنت اخترت ده يبقى كاربون فايبر هو كمان بواب الارسيكس بتيجي صوفت كلوز وكلاما على بواب الارسيكس الحاجة المشتركة ما بين الارسيكس افانت والارسيكس افانت هما البابين اللي قدام والروف اي حاجة تانية معمولة مخصوص للارسيكس بينا كمان طبعا من النبخة اللي في الباب اللي وراء الروف ريل ده طبعا موجود عشان البادي ستايل اللي هو افانت او ستيشن واجن بالشكل تيل لايتس الارس 6 وهما ميتريكس تيل لايتس وطبعا مش ليزر انما تيل لايتس ودول بيجو برضو سيكوانشل عندنا فيه البلاك اكسنت دخلة بعرض العربية كلها اللاين ده وفيه الاودي امبلم والارس 6 امبلم طبعا كله معمول بلاك اوت عشان يعدي الاجراثيب لوق طبعا زي ما كان فيه كاربون فايبر قدام وعالجناب فيه طبعا عرير بامبر كاربون فايبر من اول العربية لغاية اخرها وزي ما احنا عارفين الارس اكزوست ترانك سبيس بقى مش محتاجة اتكلم لو عايز تفولد السيتز برضو مش هتكلم اي نعم انا في الاول قلت انه الشيب ده من العربيات ما كانش بيعجبني بس مش هكذب عليكم بعد اما العربية فضلت معنا كم يوم العربية دي كنت بحبها يوم عن يوم اكتر انا عايز اقول لك ان انت حبيت العربية عشان الكمبينيشن اللي عندك انت عندك مطور غريب عندك بلاك اكسنت عندك رنجات عندك مش عارف ايه هو الكلام ده اللي خلاكت احب العربية لما ندخل بقى الانتيرير بتاع العربية دي هو قريب جدا من الانتيرير الكيو ايت من الشاشات من ستيرنج الجديد لهم بقى هنا في بدل ستيرنج جويل بطن اللي انت كنت بتختاره بقى هنا عرس مود اللي كنا منتمنى من زمان حصل في العرس سيكس وموجود برضو في العرس سابن تيجى عند الجيج كلاستر برضو هو جيت نفس الجيج كلاستر اللي موجودة في الاوديز الجديدة بنفس السيستم نفس كل حاجة بالجيجز اللي بيتغير شكلهم من كبير لصغير وتقدر تختار كل الحاجات اللي في النص ماب جي فورس التورك والباور اللي انت عايزه بس هنا بقى عشان دي عرس ففيه الارس فيو ده ممكن تختاره في اي مود انت عايزه بس هو معمول للارس لما نيجي ندخل بقى على الشاشة اللي في النص هي نفس الشاشة اللي موجودة على كل الاوديز الجديدة بنفس الاماماي سيستم بنفس السرعة بنفس الريسبونسفنس بنفس الحاجات بس عشان برضو دي عرس ففي حاجة اسمها عرس مونيتر الارس مونيتر ده كل شغلته انو خليك عارف كل درجات الحرارة بتاعت العربية من بريكات لجير اويل للكولنت لانجين اويل كل حاجة عشان لما تيجي انت تكون في تراك بالعربية دي ما تتهبلش غير بقى درجات الحرارة وهو برضو في بيج تاني للجي ميتر وما بييت اسلكش لايف لقى بيديك الماكسمم بتاعتك لما نيجي بقى لشاشة اللي تحت برضو نفس الشاشة اللي موجودة في الكيو ايت والاي ايت والجنريشن الجديد تقيمة كنترول وطبعا غير النهية ممكن تبقى تاتش بس انت ممكن تتغير التاتش يكون هابتك اللي هو بيبقى عمل زي البطن انت رزي نجق عليه هنيجي بقى لتحت جير الجديد اللي نوعا ما لايق على العربية ايت سبيد ترانزميشن بيرياحك راحة غير طبعية طبعا قودي عشان تمشي مع كل الازواء حطولك كمية في الباب تحس ان انت بصص على مود بورد يعني عندك لاذر بالستيتشنج بتاعها عندك اكسبوس كاربون فايبر براش ميتل الكنتارا بلاستيك كل الماتيريز موجودة وبشكل انسيابي جدا وبشكل حلو جدا ومش بس دي الماتيريز اللي موجودة في الاودي ارس سيكس لأ دا انت عندك كمان بيانو بلاك تريم موجود قدام على الداش بورد بس هو ما حبش ايه يزيد بقى بالزيادة هنا طبعا في حاجة ما ننسهاش البانجان اولفسن بريميوم سبيكرز اللي موجودة في كل الاوديز وطبعا مش محتاج اتكلم على بتاعتها عاملة ازاي وطبعا ما ننساش الدزاين بتاع الارس سيكس سيتس دي طبعا بتيجي مع كل الارس بيجو السيتس المختلفة دي اللي هي بتيجي دايمنز من جوة بالستيتشنج بتاعتها بتقدر تختار اكتر من اللون حسب الابشنز اللي موجودة عندك في الريجين اللي انت بتشتري منه العربية بما ان احنا عادين ورا نتكلم على الليجروم الليجروم بتاع العربية ممتاز جدا لاي طول مش لطول انا بس عشان قصير اي حد يقدر يقعد هنا المساحة كويسة جدا لحد قاعد ورا رجع كرسي كمان هيكون مرتاح وما فيش اي مشكلة فقاودي ما نسيوش اي حاجة خالص في العربية موسيقى 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 اشتركوا في القناة